أهلاً وسهلاً بكم من روتانا كافي من قلب السلودير العاصمة من العاصمة اللبنانية بيروت السلودير على طائر السلودير كمثال يشبه كثير عماكن من ناحية التعامل مع الأسعار اليوم صراحة راح نكون سياح عرب ما سياح عرب هي خلونا نلخص لكم القصة أو خليها بشكل دقيق في سياح سعوديين خليجيين يعني من كل دول خليج وبعض السياح مناطق العربية يتم استغلالهم وابتزازهم بشكل غير لائق أخلاقياً ومنفر سياحياً من السياحة اللبنانية وبالمناسبة هذا يثير إزعاج المسؤولين اللبنانيين أنفسهم في وزارة السياحة اللبنانية أو في وزارات أخرى ولكن عليهم أن يفعلوا شيء تخيل عندما تكون هنا حدث من السياحة الخليجيين ربما يدفع فاتورة بقيمة كبيرة بينما ربما سياح من نفس البلد يطلبون نفس الطلبات والفاتورة تكون أقل بشكل كبير طبعاً المحلات اللي يسوي كذا محلات كثيرة والمحلات اللي ما تعمل كذا وعندها منيو وقائمة وأسعار محالة قليلة طبعاً هذا تفاعل مع القضية ندري ليش يعني تكسر بس طاح الشر إن شاء الله خلونا نشوف هذا التقرير اللي هو يعني يستطلع عاراء الناس حول هذا الموضوع ثم نعود بعد ذلك للنقاش مع ضيفنا من هنا من السدو المحامي رسول محمد درويش خبرنا هيك عن وجودك ببيروت شايف الولادي كتير مبسوطين كمان والله أنا جاي عايش أنا مبسوطتهم بس يمكن مبساطتهم بس هل كانت الأسعار على زوءك؟ لا ولا حاجة الحقيقة على ضوقي ليه؟ لأنه أي حاجة بدفع قيمتها لابد لها قيمة ما في شي يعني ما في ترانسكة الحقيقة بين القيمة اللي بدفعها وبين الخدمة اللي بأخذها يعني عملية استغلال لا قل ولا أكتر بس برايق شو السبب؟ ما أندي ما قدر أقول لك من نمعودين على الصياح احتمال كبير ممكن هيدا شي أثر على زيارتك مرة تانية لبيروت؟ لا هذه ثالث رابع خامس مرة ممكن تعيدها؟ ممكن بعيدة بس باني مطمئن حقيقة والله في وعد غالو فيه تلاعف الأسعار فيه تلاعف الأسعار من المطار اللي بدكاسي للسايح ما يعرف يعني نحن نغشينا المبارحة الصراحة خبرنا كيف؟ السعر التكسي داخل يصام المطار لأن الفندق تغرباً على عشرة دولار وضرب علينا 40 دولار هو فمو بها السعر السوق لما تخبرنا حسنا خبرنا أصحابنا قال مش هالسعر الأصلي طيب خبرنا المطاعم كمعة بيكون فيه تلاعب الأسعار فيه تلاعب لما احنا كسبواحي لما يجينا نحاسب السعر المطار وانت تعطي دولار لما يرجع لك يرجع لك دولار والليرة فتطلع ناقص السعر يعني ما يعطيك مبلغ كامل فالشخص اللي عارف الأسعار يعرف الحساب فنحن ما عارفنا فخدعنا بس زخينا الريال هذا كل منطقة لها سعر شكل يعني يعني مثل انت هون بسريدير أسعار شكل تروح على إشرافية أسعار شكل تطلع على الحمراء أسعار شكل يعني كل منطقة لها سعر شكل يعني يمكن سوليدار أغلى شيء يعني هون تقريباً أكتر شيء الشيء التضايق منه شوية موضوع البخاشيش يعني لازم مشي لك مئة دولار هنا مئة دولار هنا مئة دولار هنا ساعة خمس مئة دولار هذا من غير العشاء طيب شو السبب برأيك؟ لا أعرف شرعة قالوا لنا شي لبنان قالوا لنا لبنان هيك يعني سوري طيب خبرنا هيك لبنان بيعجبك هيك لبنان؟ لا طبعاً طبعاً لا ليه؟ يبغي يكون في لأي مكان عادي يعني تدخل أي مكان بدك فيه تقعد يعني ما تلقى تشوف طللات فاضية والكلام ممنوع تقعد لازم هادي دفعت اليوم بسردار يعني تقريباً خمسمائة دولار بس العشاء خمسمائة دولار بس العشاء بس العشاء وغير التبس اللي ياخذ الموظف عدد دفعت التبس مئة دولار حق الموظف اللي يشتغل في الكوفي ولا ما يقول لك في طولات فاضي يقول لك ما تقدر تقعد فول إذا قل لي حطي اسمية فلسطة يقول لك ما عندي يعني لازم تدفع عشان تقعد على الكوفي بس حرام مئة دولار حق الموظف وثلاثمائة دولار حق الطعام هاي خمسمائة دولار راحاً أربعمائة دولار ما تأكدتوا من الفاتورة أو من المينيول اللي بين إيديك لا فيه مثلا يقول كل شخص خمسين دولار خمسين دولار خمسين دولار مثلا يعني مكسمو خمسين دولار وفيه هو تعرف لو فيه رقابة سياحة في هالبلد تمشي على طول يعني رقم مثلا واحد يقدر يتصري يشتكي مثلا بس بلد جميلة صديق عم بيقول بلد جميلة وبالرغم من الخمسمائة دولار اللي انت دفعتن اليوم بقلب سوليدار بعد بلد جميلة طبعا أنا ما عندي مانا عدفع بسني انبسط يعني شايفيكم عم تتفاوضوا على سعر تاكسي مظبوط ولا لا مظبوط خبرنا سعر تاكسي والله غالية وكل يابون كرامية اللي أوزونا في الأكرامية خان سوي مقابلة معها هاي خان سوي مقابلة مع السواء هاي دا السواء اللي أجع يخطي نعمل مع المقابلة لحظ عامل عبنا نباصل مع المقابلة مرحبا أحمد كيفك؟ شو عامل؟ بدنا نعمل معك مع المقابلة ليه الأسعار غالية في بيروت شني عندك؟ الأسعار غالية شغلي بتلعب شغلي بتتعلق بالتفيئة أول شغلي وما في رقابة غلطان كلها لبناني قبل أن جد أنا شفت والله الاستغلال وايد في لبنان تكاسك حتى مقاهي في وايد استغلال يزيدون والله من السعر وايد من المشارج أروح شوي يعود زادا من المشارج يقول لي وزي أحمد ودريجان وبعض الطاولات يقول لك محجوزة بتدفع زيادة بتاقعد على الطاولة طب زي يعني إذا محجوزة الطاولة هي محجوزة بس لا بس إذا أنت مصر تقعد بدك تدفع تمنة نحنا اليوم عم نحكي عن موضوع التاكسي يعني هيدا الشاب استأجر سيارة لفترة أسبوعين أو عشر أيام أو عشرين يوم اللي هنة كرميل ما ياخد تاكسي لأنه التاكسي كتير غالي يعني يوم بيدفع تاكسي عشر تلاف يوم بيدفع مئة ألف طيب طيب مين اللي بده يدافع عن حقوق السواح بقلب بيروت يدافع عن حقوق الشعب لبناني قبل قبل ما يدافع عن حقوق السواح لازم يدافع عن حقوق الشعب لبناني طيب طيب أحب بس أشكر زميلي ربيح حيدر على هذا التقرير وأحب أن نوه أنه هذا التقرير عمل في مراحل مختلفة من فترة الصيف هذه اللراحات طبعا للوقوف عند هذا الموضوع والاستفسار حول ما يتعرض له السياح سياح من تهرب أصحاب المستهلك من رقابة حماية المستهلك نستضيف معنا في روتانا كافي محامي جمعية حماية المستهلك للسيد محمد دلويش أهلا وسهلا بك أحب أن نوه بس قبل أن نبدأ أنه أحد سايق التاكسي اللي عمله معالقاء قال أنه عندنا تي بي آي الضرائب هو صراحة مالو علاقة تاكسي طبيعي مالو علاقة بس أيضا هناك كذب يعني واستغفال لهذا السايح بس هايدي ما فيك تأكسرة بس في لبنان أنتو أنتو ش دوركم أنتو كحماية المستهلك؟ نحنا كجمعية حماية المستهلك من رائب المطاعم يعني نحنا منا تابعين للدولة نحنا جمعية غير حكومية عم نتابع كل الشكوى السياح اللي عم توصلنا لحديد هلأ تقريبا وصلنا شعاربين شكوى هالشهر عم نتابعهم وعم نلاحق المحلات اللي عم تحاول تستغل أود غش السياح واللي معهم نقدر نوصل معه لنتيجة عم بتتحول ضغري لوزارة الاقتصاد بمدرية حماية المستهلك مستهلك